اشتركوا في القناة وذلك قد بيّنت الدكتورة حاجي أنه تم تنفيذ ثلاث ورش تدريبية لقطاع التعليم الحكومي والتعليم الخاص والتعليم العالي اجتملت الورش على التدابير والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المؤسسات التعليمية والتأكد على أليات واستراتيجيات الاستجابة في حال الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية تعد هذه الورش إحدى المواد التدريبية التي سيتم تزويد المعنيين بالمؤسسات التعليمية بها ضمن الخطط الاحترازية للاستجابة والتأهب للحد من انتشار الفيروس أكدت الدكتورة حاجي أن العودة الآمنة للمؤسسات التعليمية هي مسؤولية مشتركة وأن نجاحها يعتمد على مدى التزام جميع شرائح المجتمع بالإرشادات والإرجاءات الاحترازية المعتمدة والصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر